وأكد رئيس الوزراء أن تحريك أسعر الوقود جاء نتيجة الأعباء التي تحملتها الدولة بصورة إضافية لتوفير المواد البترولية اللازمة لضمان عدم انقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى أنه تم الاتفاق على عدم تطبيق أي زيادات أخرى خلال الستة أشهر القادمة لضمان ثبات مستوى الأسعر بشكل عام بتابع طبعا ردود الأفعال بعد الزيادات اللي حصلت مبارح في موضوع الوقود وخليني أذكر حضراتكم بمنتهى الشفافية احنا اتكلمنا على هذا الموضوع مع بعض وشرحت لحضراتكم مدى متى تتحملوا وتحملتوا الدولة من أعباء على نتيجة لزيادات أسعار الهائلة للمنتجات البترولية والوقود واللي احنا تحملناه بصورة إضافية عشان ندبر موارد إضافية عشان نضمن عدم تقطع الكهرباء مرة أخرى واتكلمت بمنتهى الوضوح وقلت احنا مضطرين ان احنا نزود تدريجيا الأسعار من هنا لغاية نهاية 25 فبالتالي احنا بناخد خطواتنا بناء على هذا الموضوع لكن اللي يمكن النقطة المهمة اللي انا عايز اأكد عليها وده كانت بالتنصيق سواء مع وزير البترول طبعا ومع حتى دراساتنا ورؤيتنا لازاي ان احنا نستهدف التضخم والدنيا تتحرك ان احنا اتفقنا مع الزيادة اللي حصلت مبارح ان احنا مش هيحصل زيادة أخرى لمدة ستة أشهر القادمة ودي علشان نعمل نوع من السبات وان احنا نساعد في انزال التضخم في الفترة الجاي الاهم ان احنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على اساس ان كان سعر البرميل 80 دولار طب النهاردة السعر 73 يبقى معنا كده ان لدينا فرصة اذا استقرت الاسعار في هذا على هذا المتوسط اللي هو 73 اربعة وسبعين يبقى عندي فرصة كدولة ان انا مزودش الاسعار بالصورة اللي انا كنت حطتها كخطة من هنا لغاية اخر 25 اشتركوا في القناة